دكتور السمنة دي وراسة ولا استعداد لا هو فيه أسباب كتير أول السمنة ومن الحالات النفسية على فكرة كمان يعني فيه أسباب كتير جدا للسمنة كتب مكتوبة في أسباب السمنة احنا خلينا الأول في كتاب واحد بس لا كتب اللي يفيد الناس أول الراجل ده عنده سنة ولا ما عندهوش أو الستة دي عندها سنة ولا ما عندهاش وبعدين تتجي عيني اتجاه هل اتجاه أنها تعمل رجيم وإكسرسايز ولا تعمل حاجات أجهزة ولا تعمل جراحة ولا تعمل حاجة سنة مفروطة هو ده دي قصة إزاي نشخص العيان ونحطه في أنهي كاتيجوري عشان كده العيان أول ما بيجي عندنا يخش على الريسيبشن يمسك ورعة ويكتب لايفستايل بتاعه شكله إيه دي أول حاجة تاني حاجة بعد كده بنقيسه بقى من كل المقاسات القياسات المترية الوزن والطول ومعدل الكتلة والضغط والسكر والكل ده كل ده بيصبه في اتجاه معين أنه هو العيان ده بعد كده بنقسمه العيان ده سنة عنده سنة يعمل ضايد بروجرامو إكسرسايز العيان ده عنده سنة مفروطة مش هينفى مع ضايد بروجرامو إكسرسايز بلازم يعمل عملية ده لو عايز يخف أو عايز يشفى من السن أو عايز يشفى من الأمراض المصاح بالسن طيب في عيان تاني لأ عيان وزنه معقول عنده دفوهات في البضي اللي هو نخش بقى في قسم التنصيق القوام تنصيق القوام ما احنا قلنا قبل كده اللي هو تقريب الحقيقي للمثالي احنا عندنا كل واحد عندنا حاجة مقسات حقيقية ومقسات مثالية المقسات المثالية دي زي مثلا هنقول مقسات صغيرة بنا يوعيدنا بيه مساء الله كلنا الدراع يعني حجم الدراع صوتس الطول يعني حد طوله 180 سنتي يبقى دراعه لازم يبقى 30 سنتي أقل من كده يبقى عنده مشكلة أكتر من كده يبقى عنده مشكلة المشكلة دي بتتقاس إن احنا بنحط جهاز بعد كده نقيس هل هي دي دهون ولا عضلات هو ده الفرق بقى يعني إيه وإحنا بنتكلم إحنا إيه هل دي دهون ولا عضلات الجهاز اللي عندنا بيقى السمك الدهون وبيقى السمك العضلات هل اللي موجود الزيادة دي دهون ولا عضلات